السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الغلين النهاردة إن شاء الله أحكي لكم قصة جميلة جداً ومشوقة قصة العبادلة الثلاثة إيه القصة دي؟ كان فيه واحد له ثلاثة أولاد ليه ثلاث أولاد سمى الولد الأول عبد الله وسمى الولد الثاني عبد الله وسمى الولد الثالث عبد الله إيه ده؟ مش لجي أسماء ولا إيه؟ المشكلة مش في كده المشكلة إنه هو الرجل ده لما مات كتب وصية جعلت أولاده في ورطة كبيرة جداً إيه الوصية دي؟ كتب في وصيته عبد الله يرث وعبد الله يرث وعبد الله لا يرث واحد يرث من أبوه والتاني يرث والتالت ما يرش مات الرجل نشبت الخلافات ما بين التلات أولاد ده يقول للتاني إنت اللي مترش أبوك كان قصدك إنت وده يقول لا كان قصدك إنت ولا كان قصدك إنت واشتعلت خلافات كبيرة جداً ما بين التلات أولاد طب والحل ظلوا يسألوا على حد حكيم يفيدهم في هذا الموضوع ويقطع المشاكل لما بينهم فسألوا عن رجل حكيم جداً في بلدة مجاورة لهم مسافة أي سفرولوا جهزوا نفسهم وانطلقوا على بركة الله إلى هذا الرجل الحكيم حتى يفيدهم في هذا الموضوع مشيين مسافرين هم في طريقهم قبلهم رجل قالهم لقد ضاع مني جمل بعير فقال أحدهم هل كان هذا البعير أعور قال لهم نعم فقال الثاني هل كان هذا البعير أعرج قال له نعم قال الثالث هل كان هذا البعير أبتر يعني ديله مقطوع فقال الرجل نعم أين هو بعيري قالوا لم نرى قال لا بل أنتم الذين سرقتم البعير قالوا هيا بنا نحن نذهب إلى القاضي أو الرجل الحكيم ليحكم بيننا انطلق معهم الرجل فقال أيها القاضي أنا عندي مشكلة كبيرة هؤلاء القوم قد سرقوا بعيري وعطوني أوصافه ثم أنكروه بعد ما أعطوني أوصاف البعير اللي ضائع مني قالوا احنا ما شفناه فجاء الرجل القاضي هنا وقال هل أخذتم بعير الرجل قالوا لا فقال الرجل الآخر يا سيدي قال لي إنه أعور هذا قال لي إنه أعور وهذا قال لي إنه أعرج وهذا قال لي إنه أبتر وهذه أوصف بعيري فنظر القاضي إلى هذا الرجل الذي قال عن البعير أعور قال له كيف قلت عن البعير أعور ولم تراه ما شفتوش قال يا سيدي وجدته يأكل من ناحية من العشب وترك الناحية الأخرى فقلت إنه لا يرى هذه الناحية وظل يأكل من الناحية الأخرى فقال له القاضي لقد خرجنا من هذا فذهب إلى الثاني وقال له كيف قلت إنه أعرج ولم تراه قال يا سيدي وجدته يدوس في الأرض ورجله تغوص والرجل الأخرى لا تغوص في الرمل يعني فيه رجل نازلة في الرمل جامد وفيه رجل تانية مش نازلة مرتفعة فقلت إنه أعرج لأنه لو سليم كان داس برجلية اثنين في الرمل قال خرجنا من هذا فقال للثالث كيف عرفت إنه أبطر ديلو مقطوع قال يا سيدي وجدت بعر الذي يخرج من البعير كومة واحدة وليس متفرق وعادت البعير إنه يفرق البعر بذيله فقلت إن ذيله مقطوع فعرفت إنه أبطر فقال القاضي اذهب هؤلاء القوم لم يروا البعير انطلق الرجل قال وما أمركم أنتم لماذا جئتم قالوا أمرنا عجيب فقال ما ذلك قال مات والدنا وترك وصية أن عبد الله يرث وعبد الله يرث وعبد الله لا يرث ونحن الثلاثة أسماؤنا عبد الله فاحترنا نبقينا محترين مين اللي يورس ومين اللي يورس ومين اللي ما يورس فقال القاضي انتظروا أجيبكم غدا إن شاء الله على هذا الأمر جاء في اليوم الثاني وقد أعد لهم هذا الرجل الحكيم طعاما وأرسل خادمه ليتجسس عليهم لينظر ماذا يقولون فعندما وضع أمامهم اللحم صرف الخادم قال أحدهم هذا اللحم لحم كلب وقال الثاني وهذا الخبز خبزته امرأة حامل في الشهر التاسع وقال الآخر أما القاضي هذا الذي سيحكم بيننا فإنه ابن زنا الرجل كان بتجسس عليهم ذهب ونقل الكلام إلى هذا القاضي قالوا له قالوا كذا وكذا وكذا تعجب القاضي من هذا الأمر وأرسل إليهم وأخبرهم بالأمر قال لهم فقد أرسلت عينا لتجسس عليكم وأخبرتني بما قلتم فقال الأول كيف عرفت أن هذا اللحم لحم كلب قال يا سيدي دائما يكون اللحم العادي يكون اللحم ثم الدهن الحيوانات العادية اللي بتتاكل أما الكلب فيكون الدهن أولا ثم اللحم ليكون عنده قوة فأرسل إلى خادمي قال ماذا ذبحت قال وجدت الغنم قد ذهبت إلى المرأة فلم أجد إلا الكلب فذبحته فقال الأول صدقت قال للثاني كيف عرفت أن التي خبزت الخبز امرأة في الشهر التاسع قال يا سيدي وجدت الخبز قد استوى من ناحية ولم يستوي من الناحية الأخرى فعرفت أن بطنها كبيرة لا تستطيع أن تقلب العيش الخبز مش عرفة مش عرفة تميل تقلب الخبز في الفرن فأرسل إلى من خبزت الخبز فقالوا أنها امرأة فلان فقال له صدقت فجاء إلى الثالث وكان صاحب المصيبة العظيمة قال له أنت قلت إني أنا ابن زنا فكيف عرفت قال وجدت عينا تتجسس علينا لقد رأيتها وهذه ليست من أخلاق العرب ولا شيم الكرماء ولا يفعل ذلك إلا من كان طبعه دنيء خبيث فذهب القاضي إلى أمه وأقسم عليها بالله أن تخبره بالحقيقة قالت يا ابني كان أبوك لا ينجب وحملت بك من السفاح فقال القاضي للثالث صدقت فقال لهم الحكم الآن أنا أقول لكم دلوقتي حل القضية بتاعتكم اللي أنتم جايين تستفتوني فيها قال الذي قال أن اللحم لحم كلب هذا عبد الله يرث والذي قال أن التي خبزت الخبز امرأة في الشهر التاسع حامل يرث أما الذي قال إن القاضي ابن زنا فهو لا يرث فقال له لماذا قال لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن حرام مثله هذا العمل هل أبوك؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة